سلام عليكم قصة اليوم عن احد نجوم كرة القدم الكويتية وكان من اشهر لاعبين منتخب الكويت في ايام التسعينات وخصوصا في اخر التسعينات احصلت لقضية اقعدت الصحف الكويتية ايامها بالاشهر وهي تكلم عنه وكل جريمة تكتب كلام مختلف عن الثاني اللي طعم فيه واللي تكلم فيه واللي ايده واللي اصبح ضده منو هاللاعب ينقال عبدالله وبران مشهور وانا اسمحولي من بعد 98 ما قمت اتابع مباريات ولا المنتخب الكويت شنو سوى خلاص من خسرنا في 98 في الرياض ضد المنتخب السعودي 2-1 وكذلك طلعونا البحرين بعد ما خسرنا في مواجهتهم 1-0 خلاص انا بينكم طاب خاطري من كرة القدم ولا قمت اتابع يعني اخر نجوم كرة القدم اللي كنت اتابعهم عبدالله وبران انهير الشمري اعباد الشمري من وبعد فرج لهيب الله يرحمه ساميري سعيد بس هذول هذول خليفة فيصل الدخيل والعنبري وغيرهم من نجوم كرة القدم ما لكم بالطويلة قبل لا ابدأ قصة عبدالله وبران وشنو سوه وشنو المصيب اللي حصلت معاه احب انوه اني وفقا لطلب كثير من المتابعين اني اذكر قصة اللاعب المشهور ناصر السيوحي الله يرحمه وقصة مقتله او وفاته وشنو الاسباب وليش لقوه في منطقة او في مكان مهجور او مكان يعني ليس للسكن مكان غريب وشنو ظروف مقتله ان شاء الله عن قريب راح اطرح القصة لكن ما زال البحث جاري عن بعض التفاصيل من الاقارب من بعض يعني القربين من ناصر السيوحي قبل وفاته الله يرحمه المهم شنو قصة عبدالله وبران عبدالله وبران في 98 وكان منتخب الكويت مستعد لتصفيات كأس العالم اخذوهم الى البرتغال كمعسكر يتدربون هناك ويستعدون للمباريات اثناء وجوده في البرتغال ضجت الصحف الكويتية في خبر ان عبدالله وبران مطلوب القبض عليه شمسوي عبدالله طبعا عبدالله وبران ما يدري عن الموضوع ايامها كان موجود هناك وقعد تدرب ومشغول مع المنتخب ومن هالكلام الصحف هنا عبدالله وبران يا طلابة عبدالله وبران شمسوي عبدالله عبدالله منحاش من الكويت من الجوازات بدون ما يختم جوازه شلون طلع عبدالله وليش هرب اسمع السالفة عبدالله حالة حال اي شاب كويتي في التسعينات كان مطلوب للتجنيد حتى انا اللي اسوله فلكم كنت مطلوب للتجنيد واحاول كثر ما اقدر اني ما قلت حق في التجنيد يعني اشوف لي عذر اكمل دراستي يعني لانه يعطونك رخصة اذا انت عندك مثلا دراسة عندك ظروف يأجلولك من وضوع التجنيد عبدالله كان نفس الحالة الرجل مو مال تجنيد يعني الرجل ايام نجوميته في كرة القدم ويخدم اصلا يخدم البلد يمثلها في المنتخب كان يشوف يعني العز والمباريات والنجم والعالم والعالم اللي بس ووده هم يشوفون عبدالله وابران يصورون معاه ايامها ويذكرون اللي حين عمرهم بالاربيعينات والخمسينات هالسالفة هذه عبدالله وابران وغيره من نجوم كرة القدم فعبدالله وابران ما هو قادر يدخل التجنيد قال انا بنتظر شوي خانا اخلص شغلي مثلا اخلص مع المنتخب اخلص المباريات وبعدين اتفرغ واروح اسلم نفسي للتجنيد كانوا ايامها التجنيد في التسعينات يطاردونك يوصلك الى بيتكم ومرات يدخلون عليك البيت ويمسكونك ما في وطبعا وقف الموضوع التجنيد من 2001 وردوه توقع بقبل سنتين مرة ثانية صار التجنيد الزامي ورد النظام بالكامل ما لكم بالطويلة عبدالله وابران لانه كان مطلوب للتجنيد ما يقدر يسافر كان عليه منع السفر وما يقدر يتحرك وممكن في اي لحظة يعني بتفتيش يجون الشرطة العسكرية مات الجيش هذا يمسكونه على طول يخلونه خلاص يدخل التجنيد المهم قالوا له يا عبدالله نبيك تروح معانا للمعسكر في البرتغال علشان نستعد الى تصفيات كأس العالم طبعا عبدالله وابران كلم احد ابرز المسؤولين في ادارة منتخب الكويت ما لا داعي اذكر اسمه شخصية معروفة الى الان موجود فقال له طال عمرك انا علي تجنيد انا ودي اخدم الكويت وامثلها في هالمباريات لكن علي تجنيد وعلي منع السفر قال لا تحاتي لا تفكر في هالموضوع قال له شلون قال له انا ارتب لك الموضوع وتسافروا يانا ان شاء الله وتدرب وتشارك في مباريات تصفيات كأس العالم قال له تم وفعلا جاء اليوم اللي يسافرون فيه خذوا الفريق كلا وطاقم الاداري من المنتخب الكويت وراحوا الى المطار الى قاعة التشريفات يعني بمعنهم كممثلين للدولة وكذا عبدالله وبران حالة حال اللاعبين ركبوا طيارة وتوكل على الله ووصل الى البرتغال وقعد هناك اول يوم ثاني يوم ويتدرب واموره كانت على ما يرام ما عنده اي مشكلة وحلوله الظاهر ادارة المنتخب قصة انه مطلوب للتجنيد ايام ما كان اهو موجود في البرتغال بدت الصحف الكويتية تكشف عن قضية هروب عبدالله وبران من الكويت شلون قالوا عبدالله وبران من حاش يعني عبدالله وبران طلع من الكويت حتى بدون ما يمر على الجوازات ولا يختم جوازه طبعا عبدالله وبران هاله موجودين هي بالكويت انصدمة وخايفين عليه وليش يا عبدالله تسوي تذي وعبدالله يتصل كل فترة وفترة من هناك يطمن هاله يقولهم انا ترى موجود ان شاء الله الحمد لله وامورنا طيبة المهم يوم يتصل يكلم والدتا واخوانا قالولا يا عبدالله انت شم سوي قالهم شم سوي مو مسوي شي انا قاعدت تتدربة حين بالمعسكر قالولا انت شلون انحشت من الكويت قال انا من حاش شلون من حاش قال ابن حلال الصحف الكويتية كلها تتكلم عنك انك من حاش وانه في اختراق من الاجهزة الامنية اللي على الجوازات والموظفين كلهم مات الجوازات كلهم احالوهم للتحقيق وانقلوهم كل الضباط والافراد والمدنيين كلهم سبتك يا عبدالله انقلوهم من دوامهم لانك طلعت من الكويت بدون ما تختم جوازك قال تكلمون جد ولا تغشمرون قالولا يا ابن حلال شوفوا الصحف ما توصلكم قال شدراني احنا في البرتغال ما ندري وتعرفون قبل ما في سوشال ميديا الخبر مو بسرعة يوصل والظاهر ان الطاقة من الاداري يدرون بس ما يبونه ينشغل او يفكر في الموضوع مخبين عنا عبدالله وبران شو سوى راح على طول الى مدير اللعبة قال تعال عطني جوازي طبعا بفهمكم النقطة اللاعبين كانوا يدشون قاعد تشريفات تركبون طيارة وجوازاتهم مع احد منظمين الاداريين وهو اللي يروح يختمها لهم ويجهزها لهم يعني يرتب حق الفريق فعبدالله ما شاف جوازه فراح حق مدير اللعبة قال عطني جوازي بشوفه قال ليش فيك قال عطني يالله ارتكف فيك جريمة حين ابا يشوف جوازي اليوم عطى عبدالله الجواز ويفتح عبدالله ويدور الختم خروجه من الكويت فعلا الرجال مخاتم والظاهر انه في واحد مبلس على عبدالله وبران يحاول انه مثلا يطيح فيه مصيبة هذه ويبلغ انه من حاش مع انه عبدالله ما له اي ذنب في موضوع خروجه علشان ممكن انه ياخذ مكانه افهموها المهم عبدالله وبران بلع الموس توهك قال هنش يسوي اش يقول حق العالم ولا وكل يوم الثاني الجرائش تكتب انه جاري القفض على عبدالله ممكن انه يطلبونه بالانتربول اش دعوة اش دعوة ليش ليش اش مصوه اش مصوه رجال ما يدري المسكين وبعدين وان رايح رايح مع المنتخب يمثل الكويت يعني مو قصد انه ينحاش من الكويت ليش ينحاش وين يروح ومو هو اللي ماسك الجواز هذا الاداريين يعني الظاهر انه مشوا بدون ما يختمون جوازه وما انتبهوا على كثر يعني الفريق اللي كانوا موجودين زرق من بينهم عبدالله طبعا في احد من الاداريين الظاهر هو اللي مش هالسالفة مالكن بالطويلة عبدالله قاعد طول المعسكر وهو على صابه طبنوه اللي هو طاقم الاداري انه لا تخاف ان شاء الله احنا راح نوضح شنو الاسباب وكذا وانت مالك اي ذنب وبعدين انت قاعد تمثل الكويت بالفريق يعني انت وين رايح رايح مو عسكر بالتالي بترجع الكويت كويتي وترجع الكويت عن وين ما تروح قالهم اكيد قالوا اولا حبيبي لا تشيلهم تدرب ولا تفكر بس نبيك تجيب لنا الكاس قالوا مو شاء العاضر وفعلا بعد فترة خلصوا المعسكر وارجعوا للكويت اول ما نزلت الطيارة في المدرج وقال لهالضباط اللي جايين عند باب الطيارة وين عبدالله وبران لا حول ولا قوة تألا بالله يبقى مو قلتوا لان حليتوا المشكلة قالوا ما يخالف انتظر شوي وكذا ومني ومناك ويحاولون بهالضباط يا جماعة ما يسير والصحافة كلها ناطرة عبدالله وبران يطلع مكلبت عشان يصورونا الرجال شو مسوي يعني المهم عبدالله قالهم يا جماعة اللي حقوا علي شفوا لي شو الموضوع يبي ياخذوني من الباب الشرطة اللي هم ضباط الشرطة المهم مني منك طاقم الاداري خذع عبدالله وبران وطلعوه وركب سيارته ورجع بيتهم بدون محد كلمة يوم سألهم اللي هم الاداريين في المنتخب والمسؤولين قالوا لا خلاص احنا حلين المشكلة وفهمناهم شال خطأ اللي صار والموضوع ان شاء الله والموضوع انتهى قال لهم الحمد لله الرجال من الخرعة والخرشة أول يوم ثاني يوم ما طلع من البيت الرجل مو متعود على الاكشن ورجال الام نجم كرة قدم رجل يحتاج الى ذهن صافي علشان يحقق انجازات فما بالك يتفاجع يعني بسجن والشرطة يدورون والقاقبض والناس تسولف عندنا بالجرائد بهالموضوع هذا ما لكم بطويلة ثاني يوم قال واذكر الله وابعد الوسواس عني اول ما طلع عبد الله وابران مع اخوه وهم في الشارع قبل لا يحصلوا المسجد ولا هالجمسات السود اللي مظللة اسود بسود تسكر الشارع بالكامل وينسلون منها ضباط الله يذكرهم بخيرا ما بياذكرهم يعني هم ضباط وهم اصلا يعني محترفين كرة قدم وفي منهم كرة يد ويعني معروفين عندنا في الكويت هم متعمدين جابوا هالضباط هذول علشان لهم علاقة في عبد الله وابران انه ياخذونه بهدوء وخصوصا وخصوصا هم ما اخذينه من بيته فما يبون اي مشاكل تحصل ولا احد تدخل في يعني منع القبض عليه من هالكلام هذا ما اخذين احتياطاتهم رجال الام هلا حياكم الله قالوا له يا عبد الله انت عزيز وغالي لكن عندنا تعليمات من وكيل وزارة الداخلية ايامها الله يذكر بالخير ما نذاكر اسمه الكويت كلها تعرفه كان الله يعطي الصح والعافية ويطول بعمره يعني في قمة الانسانية لكن كان شديد ما مر على الكويت ووكي الوزارة الداخلية مثله المام قالوا يا بيك بنفسه ناخذك ناخذك يا عبد الله امشوا انا بهدوء احسن لك كان لهم عبد الله يا جماعة والله ما سويت شي ولا لي ذنب في الموضوع لكن حاضر بروحوا ياكم وياخذون معهم عبد الله ويودون الى مبنى المباحث الجنائية اول ما دخلوا قالوا عبد الله اسمح لنا بندخلك للسجن النظارة احنا نسميها ما ديش يسمونها عندكم انتم في الدول المختلفة احنا نسميها النظارة يعني المكان اللي يكون فيه شخص ينتظر داخل المهم وقه رايح للسجن هذا ولا تجيهم تعليمات قاسية عبد الله وبران ما تحطون بالسجن مع المساجين لا 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 لازم يتعاقب على اللي سواه وانه طلع تهريب من الكويت وانه هارب من التجنيد حطوه فيه سجن انفرادي يعني حتى بابلو سكوبار يوم اسجنه السجن اهو باني وهذا مجرم عبد الله وبران كان نجم كرة القدر والرجل مسكين يعني رايح وياهم يتدرب علشان منتخب ومو اهو اللي ماسك الجواز وهم اللي قالولا احنا مرتبي لك الامور وما اخذي لك يعني مثل الاذن انك تطلع تدرب وترجع مرة ثانية المسكين تورط وقالولا الا انفرادي قالهم يا جماعة انا بحياتي ما دخلت نظارة مخفر ولا سجن عادي الحيب تدخلوني فجأة انفرادي يعني منها النجومية وكل شوي واحد مصور معاي وصحف وتلفزيونات وكذا والحين بمثل الكويت في كأس العالم وانتم تابوني الحين ادخل سجن فرادي قال اله حبيبي الكلام هذا ما يمشي عندنا اقول ادخل ادخل وانت خوش رجال كلام حاضر قال الظاهر بقعد لي ساعة ساعتين وبتنحل المشكلة اكيد اكيد راح يعرفون ان انا ما لي ذنب وان انا اصلا ما كنت اقصد ارتكب اي خطأ قانوني ويحطولكم عبدالله وبران بالسجن الانفرادي طبعا الجرائد تم القفض على عبدالله وبران الهارب من العدالة وعبدالله يا عبدالله المسكين مو عارف يلقاها من هل اللي يبتون عليه ولا من هالصحف اللي كلتا اكال ولا من هالمنتخب اللي ورطه محد قادر يطلعه من هالمشكلة قاعد بالانفراد يومين بعد يومين طلعوه قالوا الوكيل الوزارة يبيك راحك راح الوكيل الوزارة اللي اقول لكم شديد الله يعطيه الصحة والعافية قال الحين بنطلعك لكن ما نطلعك تروح البيت يا حبيبي قال اجل وين قال الحين راح نسلمك الى الشرطة العسكرية اللي يسمونهم الشرطة العسكرية بتبع الجيش انصدم الحين المسكين بعدها السجن والانفرادي والنفسية التعبانة على طول من الداخلية خذوه الدفاع وفعلا ويجوا لك الشرطة العسكرية ويكلبتون عبدالله وبران ويطيرون فيه الى الجيون اللي هم معسكر الجيون علشان يدخل في التجنيد ويحلقو لك يا صفر ويقولوا لي الله خذ جنطتك ودش الميدان طبعا ما رحض كلكم من الضابط اللي كان يدرب ايامها التجنيد اشهر واشهر الضابط معروف عندنا في الكويت الله يعطيه الصحة ولا آفية ما ادري ولا حي ولا ميت بس ما سمعت النمات يعني الله يعطيه الصحة ولا آفية المهم ويمسك عبدالله وبران ايه بسوي نفسك قوي ها بسوي نفسك رجال ها منحاش من الكويت ورايح تروح تلعب كورة المسكين ويكرفون اللاعب عبدالله وبران ثلاثة شهر لين الولد صار اسمر من الشمس وتعذيب وكل ضابط يوص الضابط عليه ها انت اللاعب المشهور اللي مسوي نفسك قوي ومنحاش وكذا وعذاب يا جماعة الرجل زين منه النعاش المسكين يعني تدمر طبعا الصحافة شغالة والضباط شغال ينضغط عليه التجنيد انتو شلون نحشت محد قادر يفهم مشكلته انه اهو المسكين ما لذنب في موضوع حروبة من الكويت ما لكم بالطويلة بعد ثلاثة شهر ويجي احد الضباط قال يا عبد الله تعال يا ابونك في الادارة خير قال اولا شوف احنا بنطلعك الحين علشان تروح البيت وتريح وعلشان تقدر انك تشارك في تصفيات كأس العالم الصدم الصدم قال لو متكلمون جد ولا تغشمرون ثلاثة شهر من التدريب طاح وجهي وقبلها مسجون انفرادي والحين تجون تقولولي تعال العب ويانا في المنتخب والله ما لعب قال هالله حبيبي خذ جنطتك واطلع الحين من الجيون اللي هو المعسكر الجيش وروح البيت قال والله ما اطلع اذا تبون طلعوني علشان اروح لعب المنتخب والله ما نطالع ولا اراح لعب المنتخب خلاص اللي صار فيني هذا كافي اللعب مع المنتخب هو تمثيل لدولة كويت صح وهي خدمة وطنية وكذلك التجنيد هي خدمة وطنية انا افضل صراحة اني اقعد في التجنيد وعلشان اخلص وخدم وطني ما بيلعب كورة صراحة قال اولا مو كيفك غصب عليك قال لا قال اولا حبيبي خذ جنتك ويمسكون وطلعونا بره الجيون غصب قال اولا لك يجاز شهرين تخلص المباريات وترجع لنا مرة ثانية ولا نجيبك من بيتكم طلع الولدك على اخوانا جو خذو ورجع البيت يوم رجع البيت المسكين بعدها يومين ثلاث ويتصلون عليه ادارة النادي وادارة المنتخب تعال تعال قال لهم مستحيل انا بعد ما اطلع من الكويت الا اموري مرتبة مستحيل اطلع بدون ما تختمون جوازي مرة ثانية قال لي ابني الحلال هذا خطأ غير مقصود قال لهم مقصود ولا مو مقصود انا ما رح اطلع ولا اشارك معاكم في المنتخب ما اقدر اطلع ما اقدر اطلع وان علي منع السفر قال لا تحاتي وفعلا رتبوا اموره والرجل صار عنده رغم عسكري خلاص دخل التجنيد وعنده اجازة من المعسكر ورتبوا اموره ورفعوا عنا منع السفر وفعلا راحوا الى مباراة اللي صارت في الرياض واخسروا من المملكة العربية السعودية اثنين واحد وكذلك بعدين لما طلعتنا البحرين من تصفيات كأس العالم لما فازوا علينا واحد صفر بعد ما خلصوا وطلع منتخب الكويت من التصفيات ورجعوا الكويت اول واحد امسكوه عبدالله ابران ورجعوه التجنيد وفعلا رجع للمعسكر وتدرب وعد الفترة المسموحة والمطلوبة منه في التجنيد لكن من سوء حظه انه بعد ما خلص هالمدة هذه المطلوبة منه اصلا لغوا التجنيد كله وتم اعفاء جميع الناس من موضوع التجنيد الالزامي رجعوه تقريبا قبل سنتين اي واحد الحين يكمل 18 سنة لازم يمر على التجنيد اذا ما كان يدرس او يعني قاعد او عاطل عن عمل او قاعد في البيت لا يشتغل ولا يدرس ولازم يأخذ اذن من جهة التجنيد الالزامي اذا بيستخرج اي ورقة رسمية له طبعا الشاهد في الموضوع او النصيحة اللي فيها الموضوع تذكرون قصة الميموني الشاب اللي توفع على ايد ضباط في المباحث اللي عذبوه وطبعا تم اتهامهم رسمي من الدولة وحكموا عليهم اللي انحكم في الاعدام واللي انحكم مؤبد واللي انحكم الافراد اللي معاهم على عشرين سنة وخمسة عشر سنة وعشر سنوات احد الافراد اللي كان يعمل تحت هالضباط هذول اللي اساءوا استخداموا السلطة اسألوه انت ليش تسمع كلام الضابط هذا الضابط غلطان وتعمد اذا المتهم اللي هو الميموني لما كانوا ماسكينه انت ليش تشاركه قال انا صراحة لانه ضابطي وامرني قال اولا من قالك القانون ما يلزمك انك ترتكب خطأ او جريمة فقط لان مسؤولك اللي فوقك قال لك ارتكب الجريمة لا حتى المسؤول يعتبر بشر ويمكن يخطئ لكن انت رجل امن انت عارف القانون وعارف ان التصرف اللي تصرف الضابط خطأ شلون توافقه ليش ما بلغت المسؤول اللي اعلى منه ليش ما بوصلت هالقضية هذي الى اعلى مستويات علشان تنقذ الروح هذا بالضبط اللي حصل مع عبدالله سمع المسؤولين اللي كانوا ماسكين شؤون للمنتخب الكويتي ايامها وقالوا مالك شغل قال لهم يا جمع انا علي منع سفر انا مطلوب للتجهيد قالوا الامور طيبة وكذا ولا تحاتي وفعلا مشى معاهم وتورط هالورطة هذي اللي الكويت حين كلها تعرفها لكن الكل كان يعتقد ان عبدالله وبران كان اخطأ في هالموضوع وانه فعلا هرب وانه كان يعني ما كان يعني ملتزم في القانون لكن حقيقة الامر ان الرجل يعني تورط لانه سمع كلام احد المسؤولين في المنتخب نفسه هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة